فتح الأندلس حدث تاريخي بأرز بدأ في 711 ميلادي عندما قاد طارق بن زياد حملة عسكرية عبر مضيق جبل طارق في ذلك الوقت كانت شبه الجزيرة الإيبيري تحت حكم القوت الغربيين بقيادة الملك لذريق الذين كانوا يعانون من صراعات داخلية قاد طارق بن زياد جيشا صغيرا عبر المضيق وحقق انتصارا حاسما في معركة وادي لكة مما مهد للتقدم الإسلامي خطب طارق بن زياد في جنوده قائلا البحر من وراءكم والعدو من أمامكم مشيرا إلى ضرورة النصر في 712 ميلادي انضم موسى بن نصير بحملة ضخمة وبحلول 713 متر سيطر المسلمون على معظم المدن الرئيسية بالأندلس استمر التوسع الإسلامي وبحلول 718 متر سيطر المسلمون على أغلب شبه الجزيرة الإيبيري باستثناء بعض المناطق الشمالية الفتح الأندلسي أسس لحضارة مزدهرة شهدت تطورا كبيرا في العلوم والفلسفة والفنون تعايشا دينيا واستمرت حتى سقوط غرناطا في 1492 ميلادي اشتركوا في القناة